في الثاني من ديسمبر عام 1971 تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة حيث كان التاريخ على موعد مع حدث عظيم سيكون له ما بعده بدأت الأحداث في التسارع فالقائد المؤسس زايد رحمه الله يرى الإنسان محورا تنمويا لا يعيق المستحيل حركة دورته الانتاجية رؤية ترجمتها فلسفة بناء الأجيال وهو ما يتطلب تهيئة بنية تحتية تعليمية قائمة على منهج تربوي يحترم المنظومة القيامية والدينية ذات الخصوصية العربية والإسلامية وبما أن التعليم يتطلب نوعا من المواكبة لمتطلبات العصر لم يغفل القادة وأصحاب القرار ضرورة اقتناء وسائل النظم والبرامج العلمية والمعلوماتية حتى وصلت الدولة الإماراتية إلى مرحلة الحوكم الذكية في سابقة من نوعها في العالم العربي النهضة العلمية والرقمية واكبتها نظيرتها في مجال الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والجوية حيث يعد قطار الاتحاد نموذجا حيا يترجم المستوى المتقدم للنهضة في هذا المجال وفي الجانب الصحي تمتلك الدولة منظومة صحية قوية سواء على مستوى تكوين وتأهيل الكادر الصحي أو اقتنائه أو على مستوى المشافي والمستوصفات ذات القدرة الاستيعابية الكبيرة والجاهزية العالية ناهيك عن الشراكة والتوأمة بينها وبين شركائها العالميين في مختلف الاختصاصات الطبية وعلى المستوى العسكري والأمني فقد حجزت الإمارات لنفسها موقع الريادة في المجالين العسكري والأمني ففي المجال العسكري تملك الدولة أحدث منظومات الدفاع الجوي وآليات المراقب الإقليمية وأنظمة الإنذار المبكر هذا طبعا بالإضافة إلى جيشها النظامي الذي يعتبر من أكثر جيوش المنطقة تطورا وكفاءة وأما في الجانب الأمني فقد حازت الدولة على العديد من الجوائز العالمية والألقاب الدولية فيما بات يعرف بالأمن السبراني ورقمنة الخدمات وأجهزة المراقبة وأليات الاستباق ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والعابرة للحدود هذا التطور الخدمي والأمني جعل من دولة الإمارات قبلة للمستثمرين ومكانا آمنا لتنظيم المؤتمرات والتظاهرات الدولية ذات الصلة والتي كان آخرها معرض إكسبو الدولي وغيره من التظاهرات الدولية إنها باختصار شديد ثمرة جهود المؤسسين للاتحاد التاريخي الذين يعيشوا ذكره العطرة ونعانق التاريخ ونحتفل بعظمة الجغرافيا في دولة الإمارات العربية المتحدة ترجمة نانسي قنقر